اشتركوا في القناة انتم واحبابكم ومن حولكم طبعا ما حبيت انه انا اسجللكوا التوقعات بالصوت بدون ما ابين واطرح عليكم السلام وامس عليكم وحبيت انه بداية الفيديو تكون هي المقدمة لحركة الكواكب لهذا الشهر انه احكيها فيديو وباقي التوقعات او تكملت التوقعات تكون صوت ع اساس اني وعدت انه في توقعاتنا الشهرية رح اكون بتسجيل فيديو ولكن الظروف شوي تمنع وقدر الامكان لازم اكون بينكم طبعا بالنسبة الى توقعات شهر اثنين هي توقعات رح تكون مقصوم لقسمين طبعا بتعتمد على كوكب الشمس كوكب الشمس معروف انه هو موجود في برج الدلو من عشرين واحد ورح يستمر تواجده في نفس البرج لغاية 19 اثنين بس بالنسبة الى الكواكب الثانية رح تتنقل في منها رح يتنقل بداية الشهر وفي منها رح يتنقل في وسط الشهر في منها رح يتنقل في اواخر الشهر في حركات فلكية رح تكون للكواكب نبدأ في البداية مع كوكب عطارد لانه هو تقريبا الاسرع بين الكواكب بالتحرك طبعا كوكب عطارد زي ما انتم بتتابعوا في التوقعات اليومية انه موجود في برج الدلو رح يظل موجود في برج الدلو لغاية 3 اثنين بعدها رح ينتقل لبرج الحوت ولكن اللي رح يصير الشهر هاد هو في عملية التراجع عملية التراجع هاي رح تبدأ يوم 17 اثنين رح يتكون في نفس الحوت رح تستمر عملية التراجع لغاية 10 اثنين بكون تراجع ورجع لبرج الدلو مرة ثانية بس برجع بطريقة عكسية طيب في ناس رح تسأل دول طيب هو الكوكب اللي ماشي هاد برجع يعني فيه كوكب هيك وبرجع لورا ولا ايش هو المقصود في انه كوكب برجع او بتراجع هو المقصود انه هو بصل لمدار يعني بصل في المدار في الدورة تبعته لمنطقة بصير بطيء فيها بالحركة فهاي المنطقة اللي بصير هو بطيء فيها بالحركة بتصير الكواكب الثاني اللي موجودة بتمر من جنبه بشكل اسرع فلو تخيلنا انه هذا بيمشي هيك هذا بيمشي اسرع منه فبصير بتبين للكوكب الاسرع منه انه هو بتراجع بمعنى اخر سيارة ماشي على طريق لما تمر سيارة من جنبها اسرع منها مش بتبين السيارة اللي على جنبك هاي انها بترجع لورا هاي هي مقصودة عملية التراجع طيب ايش تأثير عملية التراجع خصوصا على عطارد لانه عطارد هو اللي بتراجع ثلاث مرات في السنة وهذا اول تراجع لاله عطارد كوكب الاتصالات كوكب المواصلات كوكب السيارات كوكب التنقلات كوكب التواصل كوكب الامتحانات كوكب البديهة كوكب العقل كوكب الابتكار كوكب الفكر طيب لما بتراجع شو يعني معناته شغلة سلبية على كل هدول اللي احنا حكيناه طيب معناته اللي منحذر منه انه في فترة التراجع هاي بصير في تشويش تفكيرنا مش منتظم مش معتدل فيش تركيز بعديها بصير في عنا نوع من انواع الاخطاء الفكرية بصير خربطة على مستوى العملة على مستوى الاسعار العملة على مستوى البورصة على مستوى الاقتصاد تحديدا يعني فجأة بتلاقي ارتفع فجأة بتلاقي العملة نزلت فما بيكون في ثبات عشان هيك منحكي للناس اللي تشتغل في العملة او في البورصة او في الاسهم بالفترة هاي بدهم يكونوا حذرين جدا لانه ممكن توقعاتهم ما تصيب معهم ويكون خسارتهم بشكل مفاجئ فبدهم يكونوا منتبهين طيب علينا احنا شو بتأثر علينا كبشر تأثيرها علينا كبشر انه احنا بصير ما فيش عنا تركيز بصير عنا في تهور في القيادة بتكثر الحوادث بتكثر الاعطال في السيارات بصير خراب في الاجهزة الالكترونية واعطال في الاجهزة الالكترونية في الكمبيوترات في اجهزة المواصلات في اجهزة الاتصالات فهاي الفترة يعني احنا منسميها الثلاث اسابيع اللي بدي يتراجع فيها هاي فترة صعبة جدا ومنفضل انه الكل يكون مركز فيها وما يتشتت ما يصرح يعني يكون متزن بالنسبة لكوكب الزهرة كوكب الزهرة هو موجود في الحوت رح يظل موجود في الحوت لغاية سبعة اثنين بعدها رح ينتقل لبرج الحمل وبيظل فيه لآخر الشهر في نفس البرج بالنسبة لكوكب المريخ كوكب المريخ موجود في القوس لغاية يوم ستعاش اثنين وبعدين بنتقل لبرج الجديد بدنا نتذكر التاريخ هذا اللي هو ستعاش اثنين مظبوط بتكون تذكره اللي هو نص الشهر بالضبط ما قبله بثلاثة أيام أو خمس أيام وبعده بخمس أيام بتكثر في أحداث العنف بتكثر في التفجيرات بتكثر في المصائب بتكثر في الأحداث الطبيعية فعشان هيك التاريخ هذا بتكونوا حذرين فيه وتسجلوه عندكو يعني في ذاكرتكو عشان تعرفوا أن الفترة هاي فترة سلبية جدا بالنسبة للمشتري موجود في الجدي حركة أمامية زحل موجود برضو في الجدي حركة أمامية أورانوس في الثور حركة أمامية نيبتون في الحوت حركة أمامية وبلوتو في الجدي حركة أمامية طبعا الكواكب احنا ما حكينا تأثيراتها على الأبراج لأنه هسا بس نذكر توقعاتنا للأبراج رح نذكر الكواكب هاي شو رح تعطينا من أشياء خلال هذا الشهر كل برج على حدة في فيديو رح ننتقل هسا للصوت وتسمعوا معي توقعات الشهر وإن شاء الله إنها تكون مفيدة لإلكوا وتستفيدوا منها وتستغلوها مزبوط وتتجنبوا التحذيرات بشكل أوفى لكم كل الاحترام والتقدير نروح على توقعاتنا الشهرية بدنا نتفق اتفاق يا موليد برج الحوت لا تسبوا علي ولا تحكوا أي حكي طالع أو نازل بعرفكم ناس مسالمين ومؤدبين فعشان هيك أنا ما رح أقل فيلكوا توقعات واللي بتأمل إنه أنا أعمله البحر طحيني وأعطيه توقعات إنه كل الأمور رح تكون ممتازة وبدو توقعات إيجابية بدوش فيها سلبية يسكر الفيديو وما يسمعش ويروح يسمع لأي واحد ثاني أما بالنسبة لإلي رح أحكي لبرضي ضميري لأنه هاي حركة كواكب أنا ما إلي علاقة فيها أنا هيك بقرأها إذا بتكوا تقرأوها بشكل ثاني أنتوا حرين هاي الفترة بتكوا تنتبهوا لصحتكو لأنه هاي الفترة والفترة القادمة هاي لغاية 19 الشهر يعني فترة غير مريحة تماما لغاية ما الشمس تنتقل عندكو الشمس الآن موجود في بيت متاعبكم عشان هيك كل الضغط اللي أنتوا حاسين فيه كل هالوساوس والأفكار كل هالضغوط النفسية اللي موجودة عندكو كل هالتعب الجسدي اللي موجوده بتعانوا منه خلال فترة من 19 واحد لغاية اليوم هو بسبب تواجد الشمس في بيت متاعبكم هاي الفترة هي من أكثر أشهر السنة صعوبة ولو راجعت أنت على كل السنوات بتلاقي أنه دائما في نفس التواريخ هاي بتكون أنت تعبان وحكينا السبب أنه الشمس في بيت متاعبكم فبتدل هاي الفترة على التراجع والخسارة رح يكون فيه كثير مماطلة وتأخير ورح تلاقي حالك ما عندك طاقة لشيء أمور كثيرة بتتراكم عندك واللي رح يوعدك بشيء ما رح ينفذ وعده واللي بيضحك بوجهك ممكن يكون بيضحك عليك أو من باب التضليل أما بالنسبة لكوكب المريخ هو بيضغطك في الجانب المواجهة مع المسؤولين في مجال العمل وبدك تمتنعوا عن مواجهة أو فرض السيطرة على الأصدقاء أو الناس اللي حواليكو كوكب الزهرة شوي بيخفف ولكن ما بينهي المشاكل كلها بيخفف أنه شوي بتهتموا بحالكو بتحاولوا أنكو تغيروا من مظهركو عسى أنه تتغير نفسيتكو بيركز على قوة العاطفة عندكو بنجذب أفراد الجنس الآخر لإلكم في ناس منكو رح يدخل في علاقة غرامية جديدة أو يطور العلاقة تاعته وفي منكو ممكن أنه يخطب خلال هذا الشهر أو يكون بداية لخطبة أو ارتباط بعيد الأجل يعني بعد شهر شهرين ثلاثة يتمموا الخطبة فيه فرص مالية أغلبها بتيجي من عمل إضافي يعني الزهرة شوي بيدعمكم عطارد بيركز على أمور أنكو بتهتموا في الأمور الغيبية أو شرحنا أنه الأمور الغيبية مش شرط أنكو تهتموا في السحر لا هو بتهتموا في زي علم الفلك مثلا بتهتموا في القصص التاريخية أو الأسطورية بتهتموا بالأفلام اللي بتحكي عن هذا الشيء بتهتموا لقصص تاريخية بتهتموا للبحث عن معلومات تاريخية بتهتموا مثلا أنه حتى لو توعدوا مع شخص تسمعوا عن قصص أيام زمان إيش فيها وكمان بيشعركوا بقوة الفكر والإدراك والقدرة على إقناع الغير بأراءكو تنشطوا في الدراسة والمطالعة والسفر والاتصالات لما بتراجعوا طارد بصير هون أنتو أكثر الناس المتضررين خصوصا في مجال الدراسة والاتصالات والمواصلات بتكو تنتبهوا من التشتت الذهني أثناء القيادة ما في مجال للتهور في القيادة ماشي طيب أهم شيء حكينا ما تغامر بشيء لا بمرحلة ولا بمشروع ولا بعقد حاول أنك تجمد الأمور كلها هاي تمشي بالروتين العادي لغاية يوم 19 شهر ففي منكم قبل 19 شهر برضو ممكن يفقد مقتنيات أو ملفات وفي منكم ممكن يشعر بتعب أو إحباط لازم تنتبه وتحذر وخاصة في الأسابيع الثلاثة الأولى من تراجع صحي أو عملية جراحية أو حوادث طارئة وإن شاء الله ما بصير ولا واحد من هذول بعد 19 شهر بصير الشمس إنها وصلت لعندكم بصير بشكل تدريجي كل ما بوصل تاريخ ميلاد شخص منكم بصير يتحسن وضعه أحسن بتغير الجولة مصلحتكم وبتكون الفرصة ممتازة لتعويض اللي فاتكم وبيكون عندكم القدرة الكبيرة لعمل أشياء كثيرة وبيكون في حظ كبير ولكن بدكوا تصبروا لا عيد ميلادكم وأول ما يصير القمر في برج مائي أو ترابي اعرفوا أنه بدأ الحظ عندكم إن شاء الله تعالى والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء